الكثير من الشباب والبنات ظلموا بسبب تغير مفاهيمنا عن الحياة الزوجية بسبب الصعوبات، بسبب المتطلبات الكثيرة بسبب تغيير نظرتنا للزواج ما هو الزواج أصلا؟ هل هو عبارة عن مظاهر وترف وفرح وإلى آخره؟ أم أنه شيء آخر؟ الحقيقة إذا أردت أولا أن ييسر الله لك الزوجة أو إذا أردت أن ييسر لك الله الزوج الصالح يجب أن نغير نظرتنا لهذا الموضوع فالزواج هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وهو آية ومعجزة من آيات الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يجب أن تنظر إلى الزواج على أنه سكون هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يجب أن تنظر إلى الزواج أنه ذرية صالحة أنه أمر يرضي الله وليس هو مظاهر ومتعة ومتطلبات الحياة لا أخي الحبيب أول شيء حتى الدعاء تستطيع أن تنفذ هذا الدعاء أو هذا الدعاء يسر الله لك ببركته الزوجة الصالحة ينبغي أن تغير نظرتك للأمور لأن هذه هي المشكلة الرئيسية اليوم كثير من الناس أمامه كثير من الشباب أمامه الكثير من البنات ولكن هناك مشاكل البيئة فرضتها الثقافة فرضتها الإعلام فرض علينا مشاكل لم تكن في رؤوسنا قديما قبل مئات سنين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يجب أن تغير نظرتك لهذا الموضوع أول شيء يجب أن تعتبر أن الزواج عبارة عن أمر يرضي الله يعني ليكن هدفك هو الله عز وجل وليس الدنيا لأنك إذا غمست في الدنيا ستغرق في بحر من المشاكل وهذا ما يحدث في الكثير من البيوت الزوجية للأسف اليوم انظروا إلى المحاكم انظروا إلى المشاكل الزواج والطلاق وغير ذلك عندما تعتبر أن الزواج هو أمر الهدف منه أن ترضي الله أولا أن تنجب الذرية الصالحة انظر لبعيد حتى إن الله عز وجل قال فإن كرهتموهن أحيانا الإنسان يكره زوجتهم يكره شكلها يكره بعض التصرفات يكره بعض الكلمات يكره بعض العادات الله ماذا قال لك؟ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا انظر للأمام للمستقبل أنت لا ترى الغيب فلا تنظر إلى الشكل الخارجي والمواصفات والإمكانيات وغير ذلك انظر ما الذي يرضي الله هذا هو السؤال الرئيسي الذي يجب أن تضع نفسك أمامه سيدنا موسى سأطيك مثاليا هل كان يبحث عن المتعة؟ لا لو كان يبحث عن المتعة فرعون لديه أجمل النساء هو هرب من الكفر والضلال هرب من فرعون وهرب من الفتنة النساء سيدنا يوسف هل كان يبحث عن المتعة؟ عن الجمال؟ عرضت عليه امرأة العزيز الفاتنة الغنية المسيطرة وغلقت الأبواب وقالت هئت لك كيف كان رد فعلي؟ قال معاذ الله لماذا؟ لأن تفكيره دائما في تفكيره الله موجود سبحانه وتعالى فمباشرة قال معاذ الله طيب سيدنا زكريا ماذا أراد من الزواج؟ هل أراد المتعلأ؟ إذ نادى ربه نداءا خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أصبح شيخا كبيرا العظم وهم ضعف هشاشة العظام واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يارثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيه يعني إنسان في عمر الثمانين أو ربما أكثر هل هذا يريد متعة؟ لا هو ينظر إلى المستقبل يريد ولد يدعو الله يارث النبوة اللهم صلي على سيدنا محمد لذلك أخي الحبيب اجعل نظرتك لبعيد والله سيوسر لك ستجد أن متطلباتك أصبحت بسيطة جدا لماذا؟ لأن الجمال لم يعد هو الهدف الشكل لم يعد هو الهدف الأموال لم تعد هي الهدف أصبح لديك هدف أعظم بكثير هو الآخرة طيب هناك دعاءان دعاءين في القرآن أنا أحببت أن يعني نحفظ دعاء سيدنا موسى ودعاء سيدنا زكريا سيدنا موسى ماذا قال؟ عندما جاء إلى ظل الشجرة وأراد الزواج قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير انظر صياغة الطلب أو الدعاء لم يقل يا رب زوجني لم يقل يا رب ماذا قال؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ لولا أن الآية التالية تقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء لم نفهم ماذا يريد نحن فهمنا أنه يريد الزوجة الصالحة عندما أخبرنا الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت له إن أبي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا سبحان الله على الفور لماذا؟ لأنه أولا غير نظرته لهذه الأمور غير نظرته للدنيا والله بمجرد أن تغير نظرتك لقضية الزواج ستأتيك الزوجة أو الزوج يأتيك الزوج راغما قانعا وبأسباب الله يقدرها إذن أخي الحبيب احفظ معي دعاء سيدنا موسى ولكن يجب أن تدعو الله وهو قريب منك تخاطب إلها قريبا منك يراك يسمعك يعلم ما في نفسك يعلم حاجتك قل ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكرر هذا الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير الدعاء الثاني سيدنا زكريا دعا أن يصلح الله زوجته وأن يرزقه الولد ماذا قال وزكريا إذ نادى ربه هنا أريدك أن تحفظ هذا المقطع ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رب لا تتركني وحيدا هكذا وأنت خير الوارثين هيئ لي الزوجة الصالحة وهيئ لي من يرثني من الذرية الصالحة كما تحب وترضى وسلم الأمر لله تسليما كاملا ويجب أن تعتقد هذه قواعد مهمة أخي الحبيب أن المرأة التي ستتزوجها مكتوبة عليك مسبقا لا تتعب نفسك ولكن أنت فقط كن مع الله والله سيهيئ لك الأسباب فلا تفكر كثيرا بما يتعلق بالمواصفات وغير ذلك فكر دائما بالجوهر الداخلي فكر بي قضية الدين قضية الأخلاق قضية حسن الخلق السمعة الطيبة أناس متواضعين متواضعون يقدرونك يحترموك لا تنظر إلى الأعلى تتعب انظر إلى من هو أدنى منك تشعر بنعمة الله عليك كذلك بالنسبة للمرأة التي تأخر زواجها تخفف من أحلامها الرومانسية كل ما تشاهدونه على الإنترنت التلفزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيensa هو تمثيل أخي الحبيب والدليل على ذلك الأزواج في المسلسلات الذين يقومون بدور الزوج اللطيف الرومانسي المحبب إلى النساء إلى آخره والذي يمارس علاقة خيالية عاطفية مع زوجته أو حبيبته تجده في الواقع يطلق ثم يتزوج وهي كذلك نجد من يهتم بأخبار الفنانين والفنانات تزوجت فلانا وطلقت ثم تزوجت وطلقت ثم ثم ماذا يدل ذلك على أنه في حياته العملية فاشل لم ينجح في الحياة العملية فإذا هذا كله تمثيل لا تنظر إليه الحياة فيها مشاكل فيها عيوب فيها أخطاء فيها ابتلاءات أنت ستدخل في شركة الزواج هو شركة شراكة مليئة بالأحداث تتحلى بالصبر بالتواضع أن تصبر على ما تكره أن تنتظر الخير وأن يكون هدفك هو الله سبحانه وتعالى ومرضات لا إذن لا ننسى هذين الدعائين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والثاني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق